السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكديري اللي بس عليكم تمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم باخر وعلى خير في صحة جيدة تمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وتبرطجوا مع الناس والاحباب باش تفيد الناس كاملين اليوم جيت لكم بواحد المركز ديال الحامض او حامض الليمون كتصايبوا في بيت ديالكم وتوجدون هاد رمضان المبارك اللي يدخلوا عنا وعليكم الصحة والسلامة وطول عمر ان شاء الله هاد الوصفة او هاد المركز ديال الحامض را عملي وغات كامل غيهن لكم رمضان كامل ان شاء الله باش تبقوا دائما توجدوا الحامض في اقرب وقت يقرب الفطور دغيات جبدوه توجدوه سهل ما تطحنوا ما تعصروا عندكم موجود هزي دعي غير الماء وغات وجدوه ما كاملة حتى جوج دقايق ان شاء الله بقوا معين واريكم الطريقة الصحيحة خدوا الحامض اللي يكون جلدة دياله اطبع ويكون فيه الماء تتحس بيه الماء داخل هاد الوقت را موجود خدوا كيمية كبيرة هتخرج لكم تبارك الله ما شاء الله راب لا رمضان خاصو يكون عندكم في كونجيلاتور يجيكم تضيف علاف لا ضغيات وجدوه عصير ديك الساعة تتوجدوه هتحكو ديك الجلدة الفقانية اصفرة ما تحكوش معها البيضاء حيط لديك الجلدة ديك القشرة البيضاء تتكون مرة حاولو ديك القشور صفرين وما اللي غتحكو النكهة ديال الحامض تتعطينا بدوك القشور مع السير ديال هاد الوصفة او هاد المركز هي ديك النكهة ديال الحامض تيعطي واحد واحد العاصر لديد بزاف وما زال ان شاء الله غتجربوه غايعجبوكم بقى دائما يكون عندكم را را تتقام عليكم بوحدة ما رخيص وباخص متى كل حامض رخيص وليداتكم وكل شي افرد اسر غايعجبو هاد العاصر هتحكو ديك الجلدة الفقانية ما تحكوش الجلدة البيضاء اه انا غناخد غير قياس ديال كيلو باش ما نطوش عليكم فيديو وان شاء الله من بعد را نكمل ديال كيميا اللي بقاتلية انتم اخدو الوقت اللي عندكم اخدو الكيميا اللي بغيتو كل ما اخدتو الكيميا كبيرة را تخرج لكم كيميا كبيرة ديال ديال مركز ديال حاصر ديال الحامض تيعطي واحدة رائعة يمكن لكم تدخلوها في جميع العواصر العصائر اللي غا توجدو ان شاء الله ما زال نعطيكم انواع اه العصائر اللي غايجي معاهم هاد المركز ديال الحامض صافي غا تديك الكيميا غا تحكو داك القشور هما اللي هدا والمرحلة الاولى هتحكو داك القشور صفرين ما تحكوش الجلدة داك القشرة البيضاء صافي تقريبا قياس ديال كيلو اه اللي حكيت ودك الحامضة غا نقسموها لجوج وغا نعصرها احنا بغينا داك لوجي ديال داك الحامض العصر ديال الحامض واني بغينا واني غا نزيدو على داك القشور اللي حكينا صافي داك الكمية داك الكيلو تقريبا هي اللي غا نعصرها صافي بقاو بها الطريقة هكا تات اه ما بغيش نطوليكم فيديو باش ننوريكم غير تقريبا كيلو والي غا نوريكم وان شاء الله بغيتوا بديو لجوج كيلو تلاتة كيلو على حساب الامكانيات اللي عندكم على الحساب الحمض اللي عندكم مرى موجود خود الحمض ان شاء الله من الخاص اللي المون البرتوقال تو نفس طريقة غا تستعملو تو نفس طريقة اللي استعملتو بها الحامض غا تستعملو بها الليمو البرتقال. سوف نعصره. تبارك الله فيه الماء. الحامض فيه الماء كثير. تبارك الله ضغيتي ذاك الماء تنزل. سوف تقريبا كمية ديال كيلو. هتشوفو ايش هل خرج لي ان شاء الله. وبقو معي. تشوفوا الطريقة الصحيحة. تشوفوا الاستعمالات ديالو. استعمالات ديالو. ممكن لكم هاد العاصر الحامض زيدوا علي الماء. توليكم عاصر ديال سيتخون ديال الحامض. ممكن لكم زيدوا علي الزنجابير الاخضر مع النعناع. الزنجابيل الخضر مع النعناع تيجي واحد النكهة. رائعة رائعة بزاف. ممكن لكم زيدوا علي ثلاث تفاح تعصروا مع تفاح. تيجي رائع مع تفاح. الاحساب الدوق ديالكم. بغيتوا تخلطوا مع الليمون البرتقال تيجيزون. بغيتوا تخليوا العاصر ديال حامض بوحدهم مع الماء. تيجي رائع رائع ومنعيش. صافي هاداك الكمية كاملة غنعصرها ان شاء الله. صافي نضيفها على هذا القشور ديال الحامض اللي حكيت. ولكن شاء الله ما تحيدو هم روما تيمروا لنا. ذاك العاصر حيث غيبتنا ليلة كاملة مرقد هاداك العاصر مع ذاك القشور لي حكينا. ذاك العوية داك العادي ما تحيدو هم ولتي تيمرونا العاصر. صافي غنزيدو على ذاك القشور ديال الحامض الليمن. ذاك القشور سوف نضيف القشور سوف نضيف القشور كاملة في تلاجة في العشية سوف نكمل معكم الطريقة سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر نضيف السكر الضمم سوف نضيف السكر سوف نضيف النمد سوف نضيف خارج قم نضيف خلقها في طلاجة سوف نقوم بتحديد طريقة كيف تستعملوا هذا المركز بعد ان اتركوا كاملة في تلاجة او في الصباح سوف نقوم بتحديد قشور مع عصر الحمد سوف نقوم بتحديد قشور سوف نقوم بتحديد قشور او بلاستيكة مجمد سوف نقوم بتحديد قشور المكونات ها نقوم بتحديد قشور هذا هو المركز المركز من العصر الحمد هذا هو المركز يعطي لده و الريحة و ان شاء الله سوف أخبركم راكان دجا عندي في المجمد سوف أخبركم كيف يستعملون ان شاء الله سوف تحتفظوا بهم لا تضيعهم لا تضيعهم في كونجيلاتور سوف تستعملوا في التجاج أو في كيكا سوف تستعملون انا تنصيبو و ذيك الريحة طالعة غزالة ديال الحمد تتحمقني الريحة ديال الحمد ريحة زوينة بزف كثير شي ولكن عندكم ذاك الحمد البلدي رائع ذاك الريحة فيه غزالة ذاك النسماته وفيه فنة ولكن كل شي بحل بحل الحمد لله اي حاجة عدنا نقضي بها في الصافي ها هو ذاك العاصر سوف نستعملو اديرو فطاسات او او ديجا كان عندي في مجمد هو اللي دارت بيه ذاك تقريبا ذاك يطرو نص او الاكثر ديال الماء دارت فيه تقريبا جوج معالق ديال المركز ديال الحمد را دغيا ما تيجمتش بزا را تيبقاك ساهل تيكسر ساهل تجبدوه تيقرب الفطور تيقرب الفطور واحد تبقى لواحد عشرة ديال الدقايق وديرو ذاك المباء الماء مروبيني وديرو ذاك المركز اللي كان عندكم في المجمد ساهل تيوجد تيدو في ذاك الماء وتيبقى بارد وتيكون موجود وساهل تتحطوه فوق الطبلة بارد بحلقة الفتلاجة وللما ديجا ديرو فتلاجة مهم كل اي مره مغربيات باك الله عارفة كيف تستعملوا سافي وموناتا نقول لكم الحامدول لك الرخيص خودوا هاد الايام الليمون من اللي رخصة وستعملوا بنفس الطريقة ونعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله بيتو ندير معاكم مركز الليمون البرتوقال ان شاء الله كتبوه لي في كومنتر بغيتو تعملوا في هادو ديال المول ديال السيليكون ديال الحلوة هم كلكم تستعملوا فيه بغيتو تديرو في شي طاصة بقوة تبدوها كبير معلقة على حساب ومعناتا نديرو هكا ولف طاصة اللي موجود عندكم ولي غا تستعملوا وصافي وخليوا بحكا مكعبات من اللي جمدوا لكم ديروهم في شي طاصة باش يجيوكم ساهدين تجبدو هادي الطريقة ديالي وسهلة وعملية وان شاء الله غا تعجبكم ها الطريقة ديال مركز ديال الحامد ولا اردع ليكم لي شافه الفيديو بارتاجيه مع الاصحاب مع الاحباب والاصحاب ديالهم في المجموعات رائعة طريقة السهلة ورا الناس ديال مقاهي مقاهي كبار هادي الطريقة اللي تستعملوا باش يخلوهم مع الكليان بوح الطريقة سهلة وما تكون واجد عندهم هادي الطريقة السهلة وطالدك النكازوين هادي المركز ديال الحامد وتبارك الله راتي خرج حل ما بغيتو على حسب الحامد تبغيو خفيف ولا تقيل انا تنبغي فاد القاوام هذا اللي احساب بغيتو يكون تقيل زيدوا واحد معالقة اخرى ويتو خفيف على حسب كل وحدة والدوق دياله مهمتي يعطينا واحد لوجو زوين واحد لده ديال عصرة الحامد رائعة بزاف وغايعجبولي ذاتكم ونخليكم على خير فيديو اخر بحول الله وصلت وصلت وصلت